سلام عليكم ورحمة الله معكم قناة فلوغو تاوي لبيتي شانيل كانت مني شاء الله تكونوا بي خير وعلى خير وانتم ما كتشوفوا هاد الفيديو جديد ويلا كنتو كتشوفوا اول مرة القناة اول هاد الفيديو بالصدفة فكن لكم مرحبا بكم ما تنسوش ضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الفيديوهات الجديدة وما فيها بس ضربوط ليلة في القناة ان شاء الله يعجبكم المحتوى ديها المتنوع اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الوصفة حصريا على قناتي ما كيناش بقي ما ضيراش وانا اكيد غادي ياخدوا هالقنوات الكبار كيف موقع في واحد البلاطود المملاحات اللي يسبق لي وشارك سمعكم مرة يومين كانت فاجأ بلي كالقا واحد سيدة مشهورة بلا ما نذكر الاسم ديالها راقع المغربة كي يتبعوها في المطبخ المغربي خدات تقريبا 70% من المحتوى دي الفيديو ديالي بدلت في شي حاجات بسيطة وتبارك الله طلعت لها المشاهدة مع الاسف كنتمنى بحراد القنوات الكبار ما يستغلوا لقنوات الصغار على الاقل يذكروا الاسم ديرهم منين يبغيوا ياخدوا الوصفة ما نطوش عليكم اكتر كانت هاد الملاحظة المهم نجعل الوصفة ديالنا وهي عبارة على حلوة والاساس ديالها هو البستاش او للفستق حلوة رائعة في المضاق كالدوب في الفم وراقية في التقديم نقدروا نعتبرها معالي فينسية انا شاركت معكم جوش اشكال في التقديم في بلاتو بريستيج او لا على الطريقة التقليدية هاد الوصفة هذي تقدروا تفرحوا بها راسكم ووليداتكم في المناسبة ديالكم او كيفكم العزاز مثلا تشريوا غير ذلك البلاتو اللي شاركت معكم بريستيج راه يتقم عليكم بيتين درهم في المغرب تقريبا وهنا في اوروبا ربعين اورو تقريبا بينما يلاحظتها في البيت ما غديش يتقم عليكم القوام كامل بذيك الثامن فكت تصدقوا رابح لهم ما تصوبوا في الدرو تعرفوا شنو كاين حيث كان شي اخوات كي ياخدوا الفول السوداني او لكاوكا وكيزيدوا اللون ونكها وكي يصوبوا الحلوة ديال البستاش على اساس وهي راه رخيصة كتتقم عليهم كي يبيوها بتمن اكثر مهم ما انتواش عليكم دوزو دابا المقادير وطريقة التحضير بالنسبة المكونات غدي نحتاجوا الدقيق الابيض اللي خاص بالحلويات غدي نحتاجوا الزبدة اللي غدي تكون بدرجة حرارة المطبخ المقادير مضبوطة غدي نقولها لكم مني يكون جمال حلوة غدي نحتاجوا السكر بودرة غدي نحتاجوا الزيت المائدة العجينة ديال الفستق او البخالينة او البخالينة يا اما يمكن لكم توجدوه في الدار انا شريته صراحة جاهز اللي بغا يوجدوه في الدار كي يحمر شوية شوية الفستق البيستاش كي يضروف الفران يسخن شوية يعني ما يتحرق بزافي انه هو ضغياء كي يتحرق ماشي بحال لوز او لا البندق ومن بعد كتطحنوه هو باقي دافي ماشي يسخن بزافي ماشي محرق لكمش الالة ديالكم كتطحنوه يا اما مع السكر يا اما مع العسل على حسب الضوغ ديالكم وغادي نحتاجوا بطبيعة الحال الفستق او للبيستاش يا اما كتشري وهي جاهز بحال هذا كي يكون طحون بحال هاد القريعة هادي كي يكون فيها ستين جرام كتشري محلات تركيا خصوصا الثمن ديالها هادي هاي سالة اللي بقى فيها شوية 4 اورو لستين جرام او لا يمكن لكم شريب فستق اللي كي يكون مقشر وماشي محمر هادي فيها ميتين جرام بسبعة اورو هادي بطبيعة الحال كتتقام ارخص غير كتزيد عليكم الخدمة انه كنتم اللي اخذكم تطحنوه في الدار من بعد ما طحنت البيستاش مشي تكرنا نحضر الخاليط غنبداو بالزبدة اللي كنت لكم خصوصا تكون ليينة عنا القياس ديال ميتين جرام غادي نضيف لها تلتمية وستين جرام ديال دقيق اللي يخصو يكون نوعية جيدة بطبيعة الحال خاص بالحلويات ومغربل وغادي نحاولو نبس بسو هاد الخاليط هاد حتى ينسجم زيان دقيق مع الزبدة من الاحسن ستعملو يديكم فاضل مرحلة ولكن انا لحظة بالصغير استعملت هاد الخاليط اليداوي من بعد غدين بدنا نضيف الزيت غنضيف ربعات ديال معلق كبار ومن الاحسن اننا نستعملو الخاليط الكهربائي هو اللي غادي فكنا هادوك الكوريات ديال بقيق باش كينسجمنا الخاليط ويجي متجانس او ليمكن لكم يعني تبقى مستمرين غير في الخلط كيف محبيته من بعد غادي نضيفه مية جرام ديال السكر غلاسي او للسكر بودرة اللي غادي نغربه حتى هو باش ما يبقوش فيه الكوريات قبيصة صغيرة ديال الملح غي شوية باش نكسر ذلك الحلاوة ومن بعد غادي نضيف ميتين جرام ديال الفستاش او للفستق اللي كي يكون مطحون مزيان وفي الاخير غادي نضيفو هاد العجينة ديال بيستاش او للبخالينيه هو اللي غادي يجمعنا الخاليط عندكم ميزانكم انا غادي نقولكم شحال كفاني بالنسبة لهذا المقادير كيف مالحطوا الوصفة ما فيهاش لبيض وما فيهاش لخميرة ديال الحلوة رغم ذلك تبارك الله الحلوة كتنفخ وكتضعف الحجم ديالها من كتدخل الفورن بعد ما تخلطو لانا صير مزيان بديت نضيف العجينة ديال بيستاش انا كفوني ثلاثة ديال المعالقة كبار بالضبط هنا انا ضعفت المقادير ودرت هاد السحن هذا اللي صغير صراحة مماليش كان بقى وكان نخلطو غير بالرؤوس الأصابع بما كان عجنش الخاليط باش ما يخرجناش لدام ديال الزبدة وديال بيستاش كتعرفوا البيستاش حتى هو ميد دم حتى كان نحصل على واحد الكوريات اللي بهات الشكل هادا كتكون العجينار طبع وكانت تحكموا فيها كما بغينا المقادير ان شاء الله غادي نخليهم لكم مكتوبين في صندوق الوصف حيث كان بعض الأخوات كيبغيوا ديروا السكرين الصورة مع المقادير واندوزوا دابا نشكلوا الحلوة ديالنا كيبقى لكم الاختيار بطبيعة الحال يمكن لكم تديرها غير غريبة عادية جدا انا غادي نحاول دير معكم ربع ديال الاشكال اختارت هاد المول هادا السيليكون يمكن لكم تختاروا اي واحد اللي عندكم او لبدوق ديالكم انا اخذت هكا على شكل مربع وفي واحد قيباء في الوسط باش يمكننا نديروا الشيح شوال اللي بغينا المهم درت الكورات في الاول باش سهلت علي العملية باش نضغط عليهم وعاجبت واحد مع القابة باش كنستح الوجه ديالهم كيجوا مقادين ما يجيش يجن بطالع ووجن بخابط وجوز امن العاجين درتو هكا كوائرات نصدير هاد الكوائرات هادا نخلي على شكل غريبة وغادي نبقى نغرس في كل كوائرات واحد الحبة ديال فسطق لي ما يكونش مقلي بطبيعة الحال او لمحمس وكن نضغط عليها مزيان باش كتتثبت وكتتلصق ندخل فران ما تبقى لاسقة في الحبة ديالنا بالنسبة الجزء الثاني ديال الكوائرات غادي نجيب هاد المرشوم على هاد الشكل هادا وكان بقى نضغط على الكوائرات ديالي غيب شوية ما يكونوا صيح حتى يعني التحت ديال الحلوة باش ما تقطع ناشحنا بغينا غير الشكل يجي مرشوم من الفوق كتجيب هاد الشكل هادا رائعة في المنظر على شكل ورده ولا شميشة لا أعلم كيف نسميها مهمة نعجب للمنظر ديالها وكيف كتتوفو ما كتتلصقش في القالب نهائيا يمكنكم ايضا تستعملوا اي قالب دائري عندكم اضغطوا على الحلوة باش كال هذا سنين فات ثلاثة اربعة ديال الشرطات ما تصوش حتى لتحت الحلوة باش ما تقطع وكتلت للمنظر ديالها مزيون لكن انا ملقيتش المرشم اللي صغير من هذا فقلت ان الاحسن استعمل هذا الطابع هذا واذا شاهدنا شي سنينة ديال الحلوة معوجين مع القالب كن نقدوهم بالدينة ما فيها بس المهم باش كتبقي الفينيسيوم قادة بالنسبة لهذا الحلوة خرجت لي تقريبا 60 قطعة وكل حبة الوزن ديالها 20 جرام كيف كنت لكم انا درتهم شوية صغار ولكن تبارك للهراء ضعف الحجم ديالهم من يكبرو يمكنكم ديروا غير 15 جرام باش تحصلوا على كيمية اكثر وهذا التقيبات يمكنكم تخليهم هكا كخاوين انا فضلت ندير هكا اللوز اللي مقطع بهات الشكل الطولي كنحاول نختار القطع اللي ميكونوش طوال بزاف باش ميبقوش خارجين الفوق على الحلوة يجي وقد قد وقد قد بسألة اختيارية واللوز بطبيعة الحال مخصوش يكون محمر لانه سيطيب مع الحلوة في الفرد وفي هذا الوقت هذا راني شعلت على الفران من الفوق ومن تحت على 180 دراجة سندخل الحلوة الطيب تقريبا 15 دقيقة ما كان نخليوهش طيب بزاف باش مجينة شيبس والشكل الاخير فضلت نديره على شكل معمول بهذا القواليد اللي بحال هكا انا فضلت ناخد هذا الرشي ماذا الارا بيسك ونديرها في هذا القلب يمكنكم الدراء ايضا في ذلك القلب الخشب او البلاستيك اللي كيكون دي المعمول او المقروض حتى هو كيعطي نفس الرشمة بالنسبة للستعمال هذا المول طريقة سهلة بزاف هذه الجيهة التي في هذه السنينات هي التي تدخل داخل وهاد اللي مصننا هي التي تتبقى برها بشكل حتى يجينا الرشمة على الحلوة نديرها بالشكل هذا كنحاولوا نديرها على الفتحة بشكل حتى يدخل ونقلبه المول دينا وندوره كنسمع واحد الكليك بشكل حتى يتبت لنا القلب هذا 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 فاست ونقلب الحلوة دينا هكا ونقلبها في المول بكل سهولة نضغطه بحرس رنج ونحاول نديرها بهذه الطريقة هذه الجيهة جيدة نحاول نشدو التشققات التي يكونوا في الجيهة نحاول نشدو التشققات التي يكونوا في الجيهة لانا ذات الحلوة صغيرة ما نعمل مكي جودة سنينة سبينة هنا نرجع القلب نضغطه شوية ونقلب المول ونضغطه بكل سهولة يبقى نضغطها بكل سهولة ومعاس بكل سهولة خطر خطرها قد نجمعها. الحلوة انت ما كتشفوه كتجي رائعة محمرة وهي الشيشة بزاف بزاف بعد ما بردت بطبيعة الحال انا هنا غربلت سكر غلاسي وغادي نبقاك ندوزها فيه باش كتجي ملمشا كتجي شحلوة بزاف وكيجي في هذا نقوم بزاف زائد ونقدمها بعد شكل هذا وبالنسبة للحلوة الخراحة هي شوفو كيفاش كيجي اللون ديالها كي يحمق بزاف 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 كتدوب في الفن شكل الثالث كيجي على تشكل هذا احتها هي كتجي محمرة ورائعة طبعا ما راكم مش مجبارين تديرو هاد الاشكال هادو كانوا مجرد اقتراحات كيف ما قلت لكم في البداية يمكن لكم ديروها كاملة على شكل غريبة تفندوها في سكر غلاسي وطيبوها او لحتات طيبعة تفندوها في سكر غلاسي كيبقا لكم الاختيار وكيشتو ما شاء الله اللون ديالها كي يجي خضر طبيعي هانتو شتو مضفت لها ملوين لانكهاء لحتى شي حاجة غينا راكالل ماشي بحال اضاءة طبيعية دابا نهار قصار ضروري ما كانش على الضوء منذ هذا دابا انكملو للشكل الرابح اللي حضرت معاكم في سيليكون كنخليه حتى تبرد مزيان مزيان هاد الناصحة مهمة لبنات اه ما تصرعوش انا انا فضلت ندير شوكولات بالحليب لدوبتها او لا تخليها غيرها كطبيعية ديرو الكاراميل ديرو سوس شوكولات ديرو القاناش ديرو البخالينة ديال البيستاش انا فضلت ندير شوكولات بالحليب لدوبتها وغاد ندفلها شوية ديال البخالينة ديال البيستاش الى بغيتو ديجيكم هاد الكريمة عاقدة غادي تكتروا الشكلات على البخالينة الى بغيتو ديجيكم معلكة فغادي تكتروا البخالينة على الشكلات وكن نخلطوا هذا العناصر مزيان باش كي يتسجموا وكن نوضع كل شي في واحد يجيب حلواني باش كنت تحكم انني نعمر هاد القطع وكي يجيني لوجه ديالهم متساوي وفي هذا الوقت هذا كان قطع البخالي باش مكا تجيش الحبة كبيرة والبيستاش اللي يكون محمر هاد من الاحسن لاننا ما غداش نعودون طيب والحلوة كيف ما يمكن لكم تستغنوا عليه ما تديروش او لتديرو داك العقيقة تديرو داك الوراق ديال البدبي لكن بامكانكم بطبيعة الحال كي يزيد واحد الحلا والواحد القيمة للحلوة ديالنا وهنا ملي نكون كان عمر الحلوة ضروري ما كان حركها في التالي باش كتبقى ديك الكريمة متساوية ما كتجيش يعني عالية في شجيها ونازلة في شجيها حيث كيف ما غدي نخديها كيف ما غدي تيبس ومن البعث كنحاولوا لصقوا الحبات ديال البستاش على الكريمة قبل ما تيبس باش كتبقات تابتة وكنقدموها بس حول عفية كنتمنا الوصفة ديال اليوم تكون عجباتكم والطرق ديال التحضير وديال التقديم حتى هم يكون واجبوكم شجعوني باللايك شاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب حتى هم يستفدوا من الوصفة إلا عندكم شي ملاحظات او الاقتراحات خليوهم لي في التعاليق كنجاوب عليهم بكل فرح وفيديو الجاية إن شاء الله سلامة موسيقى 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 موسيقى